طيب يعني بعجالة عميد منير عناصر القوة وعناصر الضعف لدى حزب الله في هذه المعركة والمواجهة عناصر القوة للمقاومة أنها تمتك لك الأرض وهي متخفية وغير برئية يعني إسرائيل عندما تدخل لا تعرف أين هي مراكز العدو الإسرائيل العدو الإسرائيلي عندما مهد للدخول إلى هذا العمل البري قصف بشكل عشوائي وبشكل بربري بواسطة الطائرات بأضخم القنابل وبالمدفعية فعزبه يفاجأ لازالت هذه المقاومة موجودة وتقصف العمق الإسرائيلي بالصواريخ وهذه الراجمات تخرج من المناطق التي قصفت فهنا نقاط القوة نقاط الضعف أنه في عنا خمس فرق منهم هينين ولكن في حرب الجيوش هناك معدل واحد على ثلاثة إذا كانت حرب جيوش إذا كان على ميلة لبنان في جيش لازم يكون واحد مقابل ثلاثة مهجمين بس بحرب العصابات تختلف الوضع كليا تصبح واحد على عشرة أشكرك جزيل شكرا العميد مونيريش حادر خبير العسكري والاستراتيجي شكرا لك